هتفضل أنظار العالم متوجهة للقاهرة يعني بسبب ما يحدث على الأراضي الفلسطينية فإنه أنظار العالم تتجه للقاهرة مما لا شك فيه باعتبارها الفاعل الأقوى في هذا الملف سياسي لأجل بقى التهدئة لأجل إنه نشوف هنعمل إيه بعد ما مجلس الأمن خد القرار بتاع الفيتو أو بالأدق أمريكا استخدمت الفيتو كما جرت العادة دون أي مفاجآت علشان تحول دون وقف إطلاق النار وحماية الناس والمدنيين والحيلولة دون زهق الأرواح يعني ما تفهمش هم هيفضلوا ماشيين في هذه السكة إلى متى ومهم إن إحنا نبقى فاهمين إيه اللي هيحصل فيما بعد أيضا هتتجه أنظار كل الوكلات وأنا بقولك أهو وهتشوف من بكرة الصبح كل وكلات الدنيا هتلاقيها بتتابع انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر وده مهم جدا تعالي بقى أقولك إنه الانتخابات الرئاسية دي يا سادة مش بس هي انتخابات بطعم مختلف ومش بس إنها الانتخابات اللي فيها أربع مرشحين وما ينفعش أقولك بقى الأربع مرشحين وبقى خلاص فيه صمت انتخابي لكن في النهاية العالم العالم المنطقة إحنا كمصريين عندنا معاد بكرة مع انتخابات شديدة الأهمية إذا كنت بتشوف أنه زخم الرأي العام الموجود في العالم المظاهرات هذا الزخم العظيم اللي مستمرة دلوقتي أظنه كده 63 أو 64 يوم من التظاهر استطاع أنه يضع ضغوط على الحكومات من شأنها أنها تغير بعض من وجهات النظر فيما يتعلق بالحرب الدائرة وفيما يتعلق بأليات الحل أقولك أنه بنفس ذات المعيار والمقياس وطريقة وزن الأمور فإنه الإقبال على صناديق الاقتراع أيضا شيء شديد الأهمية هذا الزخم الإقبال الاستمرار فيه طبعا يغير